إذن نبدأ معكم الآن مشاهدين بمتابعة الأرقام وافتتاح السوق السعودي اليوم افتتاح على ارتفاع طفيف جدا بأكثر من ثلاثة نقاط كان قبل ذلك مزاد الافتتاح أعطيت أرقام جيدة العرض والطلب ما قبل الافتتاح تسمى هذه النصف ساعة بمزاد الافتتاح تعلن فيها فقط وتعرض الأرقام ومن ثم بعد الافتتاح بتقريبا ثلاثين ثانية يتم تنفيذ هذه الأوامر تابعنا الافتتاح يعتبر جيد إلى حد ما طالما هو فوق الثمانية ألاف وتسعمائة نقطة خصوصا أحجام التداولات يوم أمس التي فاقت أو وصلت إلى عشرة مليارات كانت جيدة بحد ذاتها خصوصا أنها لم تأتي إلى هذه الأحجام منذ فترة كانت في بداية الأسبوع والأسبوع الماضي تحوم ما بين الثمانية إلى التسعة مليارات ريال خصوصا أننا تابعنا يوم أمس قبل ساعة من الأغلاق تابعنا ارتداد حاد نوعا ما وصل إلى ثمانين نقطة انخفاض ومن ثم الارتفاع بخمسين نقطة كان ارتفاع جيد تابعنا الشركات أو أبرز الشركات المرتفعة يوم أمس من أبرزها استي سي وشركة التأمينية كان تفاعل جيد مع نهاية هذا الإغلاق اليوم الافتتاح نتابع أنه يسير في مناطق حذرة نوعا ما لازلنا نترقب وهي فترة ترقب للإعلانات السنوية للشركات هذا محليا عالميا أيضا يوجد تفاؤل واضح جدا على مستوى الأسواق النفطية فيما يتعلق بتوفر اللقاحات عالميا وحتى خليجيا وعلى مستوى المملكة العربية السعودية وفي هذا الموضوع قد ينعكس أيضا على أسعار النفط خصوصا أنها تمر في تقلبات سعرية